بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في الدرس الثاني من الوحدة الثامنة الأرباح المحتجزة والأرباح المحتجزة تعتبر أرباح متراكمة لدى الشركة من أرباح صافية ومكاسب وتسويات عن سنوات سابقة في تاريخ معين وذلك بعد خصم التوزيعات من الأرباح لحملة الأسهم وأي تحويلات من الأرباح المحتجزة إلى أسمال المساهم نتيجة لسياسات خاصة بتوزيع الأرباح ورصيد الأرباح المحتجزة يتكون من الأرباح المحتجزة غير المخصصة وهي تمثل الأرباح التي لم تخصص لغرض معين وتظهر بقائمة المركز المالي بإسم الأرباح المحتجزة بمعنى أن الأرباح المحتجزة غير المخصصة تظهر بقائمة المركز المالي بإسم الأرباح المحتجزة والأرباح المحتجزة المخصصة وهي الأرباح التي يتم تخصيصها لغرض معين وهذه تظهر في قائمة المركز المالي بإسم الغرض الذي خصصت له مثلا احتياط ارتفاع سعار الوصول احتياط نظامي احتياط توسعات مستقبلية وما إلى ذلك من الأنواع الأخرى الأغراض التي يتم التخصيص لها ويتأثر رصيد الأرباح المحتجزة بالعديد من العمليات وهذه العمليات تتمثل فيه أنه يتم جعل حساب الأرباح المحتجزة دائنا بمقدار صافي أرباح الفترة وكذلك أي تسويات عن سنوات سابقة نتيجة لتصحيح أخطاء وقعت في الماضي تؤثر على أرباح السنوات السابقة ونتيجة لتغييرات وقعت في تطبيق المبادئ المحاسبية بمعنى أنه يكون دائنا بصافي أرباح الفترة والتسويات عن سنوات سابقة نتيجة لأخطاء وكذلك نتيجة لتغييرات وقعت في تطبيق المبادئ المحاسبية ويجعل حساب الأرباح والخسائر مدينا بمقدار صاف الخسارة الفترة وأي تسويات عن سنوات سابقة يترتب عليها تخفيض الأرباح المحتجزة وكذلك توزيعات الأرباح سواء كانت نقدية أو عينية أو على هيئة أسهم ملكية أو أي توزيعات عينية أخرى بالإضافة إلى أثر العمليات المتعلقة بأسهم الخزانة وبالتالي أنه يعتبر دائن ويعتبر حساب الأرباح والخسائر يعتبر دائنا بمقدار صاف أرباح الفترة ويعتبر مدينا بمقدار صاف خسائر الفترة وتعالج تسويات السنوات السابقة باعتبارها تعديلا للرصيد حساب الأرباح المحتجزة في أول السنة ولا تؤثر إطلاقا على أرباح الفترة يعني تسويات السنوات السابقة بتعتبر تعديلا للرصيد حساب الأرباح المحتجزة في أول السنة ولا تؤثر على أرباح الفترة وهناك سياسات لتوزيع الأرباح فعندما يتكون لدى الشركة رصيد دايل للأرباح المحتجزة يتعين على إدارتها تحديد سياسة واضحة لتصرف هذه الأرباح وهنا تواجه إدارة الشركة في هذا الصدد بضرورة اتخاذ قرار للمفاضلة بينه ثلاثة بدائل رئيسية وهي يعني هناك ثلاثة بدائل للتصرف في الأرباح التي تتكون لدى الشركة وهذه البدائل هي توزيع الأرباح على المساهم كل على حسب حصته في رأس المال أو الاحتفاظ بالأرباح المتراكمة لدى الشركة وبالتالي احتفاظ بما يقابلها من أصول أو توزيع جزء من الأرباح والاحتفاظ بالجزء الآخر يعني هناك ثلاثة بدائل لتوزيع الأرباح المتراكمة توزيع على المساهمين كل حسب حصته في رأس المال احتفاظ بهذه الأرباح المتراكمة لدى الشركة وبالتالي احتفاظ بما يقابلها من أصول وتوزيع جزء من الأرباح والاحتفاظ بالجزء الآخر وفي الواقع فإنه نادرا ما نجد شركات تقوم بتوزيع الأرباح المعتجزة القابل للتوزيع بمعنى أن إدارة الشركة تحتفظ بجزء من الأرباح لدى الشركة وتتحدد سياسة الشركة في إجراء توزيع جزء من الأرباح على ضوء عدد من القيود القانونية التي تفرض على الشركة والقيود المتعلقة بالمركز المال يعني بمعنى أن في الواقع العملي أن هذه الشركات تقوم بالاحتفاظ بجزء من الأرباح وتتحدد سياسة الشركة في إجراء توزيع جزء من الأرباح على عدد من القيود القانونية وقيود متعلقة بالمركز المالي وهناك أنواع لتوزيعات الأرباح تتمثل هذه الأنواع في توزيعات نقدية وتوزيعات عينية يمكن أن تكون التوزيعات نقدية أو يمكن أن تكون توزيعات عينية أو يمكن أن تكون توزيعات مؤجلة وكذلك يمكن أن تكون التوزيعات على هيئة أسهم إضافية